كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور جمال السند السويدي على اختياره الموضوع دائما نقول بأن الصرح الجميل المتميز الذي ينقل هذا الفكر وهذا التطور في أي مجتمع فبالتالي يستحق منه دائما الدعم المشاركة العطاءات وبالتالي يرسي قواعد رائعة جدا في تطور المجتمعات يمكن شباب والتنمية موضوع واسع يحمل بالفعل فكر مجتمعات متطورة مجتمعات إذا بالفعل كانت عندها رؤية إلى الأمام فبالتالي تختار قضاياها بشكل دقيق مثل ما قال الأستاذي وأخي راشد بأن بالأمس كانت القضايا ساخنة وحددت بأن ما ممكن أن تكون هناك تنمية إلا إذا كان هناك خطط موجودة وبالتالي أي مجتمع إذا كان يطمح إلى التطور أو النماء بشكل جيد فبالتالي يجب أن يبدأ من البدايات ومن اللحظات الأولى أو بدر البذور الأولى دائما ونحن نتحدث عن تنمية في أذهاننا أن هي تنمية اجتماعية اقتصادية كيف ننمي الاقتصاد وكيف ننمي البناءات الشكلية وننسى الأساس الذي هو بالفعل يقوم بكل هذه البناءات أو التنمية كانت اجتماعية أو اقتصادية وهو الإنسان الإنسان يمكن يحتاجها الكثير الخاصة وأنه بالفعل وصلنا لمرحلة بأن عمق العمل مرتبط بالشباب أذكر في أرد بالزمن في اللحظات الأولى اللي دخلت فيها الجامعة بهذاك الزمن كان كل عقلي أو كل وعي مرتبط في بعض القراءات البسيطة اللي متعلقة في قصص عبير وغيرها كما الأفلاء المسلسلات التركية الآن لما دخلنا الجامعة كان مقدار الوعي كان بسيط ولكن على مدى شهر شهرين لقيت أن الاتحادات الطلابية اللي كانت بالجامعة تحشد صفوفها اللي تعبر عن رأي بداخلها في رفض قرار من عميد شؤون الطلبة بهذاك الوقت يمكن العميد كان موقف عمل الاتحادات والطلاب رفضين وبالتالي حشدوا جهودهم وطلعوا بمسيرة من أحد الكليات إلى الكلية الثانية اللي وصلوا صوتهم لمدير الجامعة وبالفعل يمكن بعد يوم نضالي من الشباب استطاعوا بالفعل تغيير هذا القرار وأعادت الحياة الشبابية إلى حقيقتها فتالي سهام معانا رحت معهم ولا أنا معارفة الشيء السالفة ما زالت عبير وكلماتها الرومانسية في ذهني فبالتالي بدأ يتفتق على دولتهم جزء من الوعي الدنيا لا تحتاج أن أقوم بهذه الرومانسية البسيطة انظري للجزء الآخر في الحياة فبالتالي هل سهام تعرفين حقوقك وواجباتك؟ هل بالفعل تقدرين تكتشفين ما هو مطلوب منك بالفعل لمعرفة البيئة المحيطة وبالتالي تستطيع بالفعل تؤثر حتى في القرار أو تغير هذه القرارات يمكن كانت هذه هي البدايات رجعت إلى قاعة الدرس كان الدكتور روميحي هو اللي حاضر لنا والكثير من الأساتذة العلوم العلم الاجتماع وغيره فبالتالي قاعد أقولي عن إحساسي بهذه التجربة شاني يقولي إقرأي روحي إقرأي في بعض الكتب كل ما زادت قراءات كل ما زادت فهمت وكل ما زادت فهمت زاد وعيت وكل ما زاد وعيت بديت تنظري للحياة بشكل مختلف فبالتالي قلت له الوعي يعني الآن هذه هي الكلمة والاختيار الجميل من سعد الدكتور بأن خلينا نربطنا بين الوعي السياسي للشباب ودورهم في التنمية الآن كل ما زاد وعي وفهمي ومطالبي وكل ما هو مطلوب مني بالتأكيد رح أغير في هذا المجتمع ورح أطالب على الأقل بأن تكون القرارات التي أتخذها قرارات إيجابية وسليمة ومؤثرة بشكل أو بآخر الآن إذا اختلف أو قل الوعي أو ظل الوعي كما هو وعي الإنسان بنفسه وعي الإنسان بأفكاره وعي الإنسان بمستقبله وعي الإنسان بالشارع المحيط فيه في الدول المحيطة في الإشكاليات المحيطة فينا بالتأكيد كل هذه الأمور بشكل أو بآخر تشكل حتى وعي الإنسان لنفسه فبالتالي ممكن أن يؤثر خلينا يمكن مدام معانا الشباب نتكلم فقط كيف يتكون هذا الوعي بشكل مبسط بحيث أن تصل لهم الفكرة وتسمعوا لي أروح المنصة يمكن طرحت بعض الأفكار ولكن خلينا نقول ما زلنا في مفهوم الوعي السياسي وهميته ومثل ما قلنا أن يكون هناك وعي هي الحالة العقلية التي أنا أعيش فيها فبالتالي من وين يهذا الوعي كيف تشكل هذا الوعي في داخل الإنسان قلت لكم جزء من هذا التشكيل هو التوجه السياسي المباشر كل الظروف المحيطة فيني كل ما هو ممكن أن أتعرض لها من خبرات فبالتالي تؤثر فيني بشكل أو بآخر أيضا مدى توفر الفرص لإكساب المهارات والخبرات السياسية في المجتمع هل مجتمعاتنا بالفعل تسعى إلى أن يكون هناك وعي لدى الشباب وعي سياسي وواضح حتى حركة المجتمعات في داخلها هل بالفعل هي حركات واعية موجهة واضحة أو أني أنا أترك الشباب للظروف أو ممكن أنا أغذي ببعض الأفكار البسيطة وبالتالي أتكلم عن نوع الوعي أيضا التعلم الذاتي ومتابعة الأحداث الجارية ما هو حادثة الآن بالفعل هو اعتماد كل شخص منه على نفسه فبالتالي من لا يحصل كمثال على الوعي الخاص أو الفكر الخاص أو ممكن الأحداث المجتمعية التي تطرح تؤثر فينا بشكل أو بآخر فبالتالي في البداية ممكن أنا أتأثر أتابع ممكن أزيد أذهب لهم أجلس معهم أستوعب منهم بعد فترة راح أكون مشارك في هذه في مستويات الوعي الآن ما أتكلم عن المستوى الوعي نقول كمثال هو يبدأ في بداياته بأن في مرحلة المعرفة والإدراك مرحلة الاكتشاف ماذا أريد شنو نوع الفكر اللي أنا أحتاجه وين ألقى نفسي كل هذه الأمور هي في مرحلة المعرفة والإدراك أما في المرحلة الثانية مرحلة الاهتمام يبقى بتري بالفعل أتابع الآن كمثال عندنا حركة جميلة في الكويت حركة ثقافية جميلة في هذه الفترة فبالتالي تلقى بشكل يومي تنزل لنا مجموعة من المحاضرات في أكثر من موقع في أكثر من مكان في معارض في مسارح في أمور كثيرة فبالتالي أنت وين تلقى نفسك فبالتالي تبتدي تتبع هذا الهواء أو هذا الفكر أما في مستوى الممارسة يبتدي عندما يكتمل الوعي تبتدي أتبنى الفكر اللي أنا أحتاجه تبتدي ممارساتي كلها مشكلة أو موضحة لهذا الفكر اللي أحمله بداخلي يقول أيضا من مؤشرات قياس الوعي إش كثر الشباب مدرك لحقوقه وواجباته قال أن كل ما زاد وعي وفهمي للأمور فبالتالي الآن أطالب بحقوقي أقدر أمارس هذا الدور بشكل كبير أهتم بالقضايا المطروحة في الساحة السياسية أشارك في فعاليات المجتمع أشارك بالجوانب السياسية أشارك في الانتخابات أشارك في الحملات الانتخابية نفسها أختار المرشح المناسب في المكان المناسب أختارها وأدعمها فبالتالي كل هذه الأمور تكون مؤثرة الآن اللي يقول أيضا من العوامل المؤثرة في تشكيل وعي السياسي للشباب هي الأوضاع الاجتماعية السائدة يمكن الآن الوضع أو الوطن العربي كله مثل ما قلنا هو وضع مؤزم أو مغلق أو كثير الحروب كثير التقلبات فبالتالي هل بالفعل فكر الشباب بهذه الفترة فكر واضح أو هو متنازع أو هو منقسم كل هذه الأمور مؤثرة فيهم الانتماءات الشباب إلى بنية طبقية محددة يحدد أيضا درجة نوع الوعي السياسي الآن كيف يتكون الوعي دائما إحنا يمكن أنا كاجتماعية فبالتالي دائما أنا أقول بأن التنشيع الاجتماعية الأولى اللي في الأسرة أو في المدرسة أو حتى في المجتمع وسائل الإعلام كلها مؤثرة بشكل أو بآخر بخلق شخصيتي فبالتالي الأسرة اللي تحاور أبنائها وتجهزهم لأي عمل وتشركهم في حتى الأنشطة من البدايات لما الأب أو الأم يأخذ ابنه للنادي أو يرافق معاه لأي تجمع فبالتالي يؤثر فيه بشكل أو بآخر المدرسة عندما نتكلم عن المدرسة الآن الأنشطة المدرسية الأنشطة التي تطرح في داخل المدرسة خلينا بعيدا عن الكتب الدراسية يبقى دائما الطلاب ينظر إلى الكتاب على أنه هو واجب وامتحان ولكن النشاط هو نشاط محبب فبالتالي الإنسان يسعى إلى هذا النشاط بإيرادته من خلال الأنشطة أنا أخلق الشخصية وبالتالي يؤثر فيه بشكل أو بآخر أخونا معانا من الكويت يمكننا في أشهر فاتت شارقنا في المناظرات في قطر فشكثر كنت سعيدة بأن نلقى هؤلاء الطلاقة الشبابية من مختلف الوطن العربي والعالم يتناظرون من خلال فكرة الآن بهذا الشكل البسيط الشباب ينظروا لعلى أنه هو نشاط ولكن أنا أنظر لعبارة عن بناء قيادي أو إنسان محاور أو إنسان مطلع فبالتالي كل هذه الأمور الآن عندما أأتي إلى الجامعة الجامعة مسرح كبير أنا أقول معمل كبير لخلق الشخصية بعيدا عن المواد الدراسية شكثر بقالي؟ بعيدا عن المواد الدراسية فبالتالي فيه الأنشطة فيه الاحتكاك الطلابي فيه المحاضرات فيه عمل الاتحادات فيه الجمعيات الطلابية كل هذه الأمور تجهزنا أن نكون بالفعل مؤثرين في المجتمع الآن صوت الطلاب مؤثر بشكل كبير لو نرجع إلى الأفلام القديمة وكيف كانت يطلعون جميع الشباب في الشارع كانت الحكومات تعمل لهم مليون حساب كانوا يخافون من حركة الطلاب فبالتالي كل هذا يبين مقدار وعي الإنسان في تأثيرها في المجتمع أيضا يقول من المؤسسات الأخرى المؤثرة والتي تكسب الفعل الوعي هو الأحزاب السياسية المنظمات المجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام بما تعرضه على يعني من خلال شاشاتها أو من خلال وسائلها المختلفة الآن دائما أقول كلمة زاد وعيي كلمة زاد فهمي الآن كلمة زاد وعيي صرت مؤثر في المجتمع من خلال وسائل التواصل الآن الشباب يوصلون حتى آراءهم وأفكارهم لحكوماتهم بشكل سريع الآن الإدراك والوعي بالقضايا التي تهم الرئي العام والمناصرة كقضايا حقوق المرأة والطفل وغيرها عندما يشارك شباب في هذه التجمعات أو في مؤسسات المجتمع المدني البسيطة ويعبر عن رأيها كمثال لما يتبنى أي قضية إنسانية مثل قضايا المرأة أو قضايا الطفولة أو قضايا الناس المهمشة في المجتمع ويناظل من أجلها يشعر هو بقيمته يشعر الإنسان بأن أنا إنسان بالفعل أتبنى قضايا إنسانية وأؤثر فيها حتى شوي إلى الأمام يلقى نفسه مؤثر حتى في داخل هذا المجتمع يقول كل ما زاد وعي الشباب زاد إقبالهم على التطوع الأنسان اللي يحب أن يؤثر يتطوع بأي مجالة ويشارك بكل المجالات أيضا لما يزيد التطوع يزيد العمل بداخلي رح أحب الأرض وبالتالي سيزيد انتمائي يقول كيف تنمي الوطنية كيف تنمي ولكن تنمي محبة بداخل أي شاب فبالتالي أربطها في أرض وخليه يشعر بي المسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية المجتمعية مسؤوليتي أن أكون مؤثر في أرضي وبالتالي أساعد في بناءاتها لأن أهمش وأبعد عن اتخاذ القرار في النهاية نقول أكيد الآليات الكثيرة في أني أنا أخلق مجتمع قوي مثل ما قلنا الشباب هم البدايات وهم اللي بالفعل يحتاجون كل الطموح أن الواحد يساندهم أن يكونوا بهذا المكان وشكرا لكم شكرا لكم